سين ما حكم تعليق التمائم إن كانت تحتوي على بعض آيات القرآن؟ جيم التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان أو الكبار أو يوضع على البيوت أو السيارات من خرزات وعظام لدفع الشر وخاصة العين أو لجلب النفع فإن كانت التمائم مما سوى الوحيين بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره فإن تعليقها شرك بلا شك أما إن كانت من القرآن أو أسماء الله وصفاته بعضهم منع ذلك وكرهه ولم يفرق بين ما فيها القرآن وغيرها بخلاف الرقى فقد فرق فيها ومن هؤلاء عبد الله بن عكيم وعقبة بن عامر وعبد الله بن مسعود وأصحابه كالأسود وعلقمة ومن بعدهم كإبراهيم النخعي وغيره رحمهم الله تعالى ولا شك أن منع ذلك أسد لذريعة الاعتقاد المحظور لا سيما في زماننا هذا فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال فلا أن يكره في وقت الفتن والمحن أو لا وأجدر كيف لا وقد حدث بعدهم من الرقى بأسماء الشياطين وغيرهم وتعليقها والاستعاذة بهم والذبح لهم وسؤالهم كشف الضر وجلب الخير مما هو شرك محض ومن ذلك أنهم يكتبون في التعاويذ آية أو سورة أو بسملة أو نحو ذلك ثم يضعون تحتها من الطلاسم الشيطانية ما لا يعرفه إلا من اطلع على كتبهم وهو غالب على كثير من الناس إلا من سلم الله تعالى قال علماء اللجنة الدائمة اتفق العلماء على تحريم لبس التمائم إذا كانت من غير القرآن واختلفوا إذا كانت من القرآن فمنهم من أجاز لبسها ومنهم من منعها والقول بالنهي أرجح لعموم الأحاديث ولسد الذريعة والله أعلم